لما بنتكلم بنتكلم بحكم الدين، بحكم الشر، بحكم السنة النبوية والسيرة والأخلاق والعرف في بعض بيتدايب يقول بتتكلمه زي في الحاجات دي وإحنا في 2024 ودي تقول يا صحة وما يصحش لأننا احنا بنتكلم بالدين، كون ده ممكن يزعل البعض أو يدايق البعض دي مشكلته بس احنا في النهاية لما بنتكلم في قضية بنتكلم عن حكم الشر وحكم الدين في القضية دي البخين يقول هذا الكلام ما أثير على السوشيال ميديا طوال هذا الأسبوع وهي طلاق ياسمي عبدالعزيز ورحمد العوض لا يعنيني الطلاق ولا الزواج ولا أسماء الفنانين دوله لكن أنا يهمني الموضوعين اللي ارتبطوا بهذه الزيج على السوشيال ميديا وهي مسألة التنجيم وهل فكرة التوقع أو التنبؤ بجواز أو بطلاق أو بانفصال أو بالتدهر الاقتصادي لأحدى الدول أو بحدود الزلزال أو حتى الوفاة ده وصلنا كمان بينا بنتنبأ أن فلان فلان حيموت السنة دي ويبتدي بقى كمان نشتغل على ده ولما يحصل يعني صحة أحدى الوقائع نجيب قالتو العرافة ونقول شفته هيكت قالت وتلبأت ويبتدي كل البرامج نستضيفهم يعني في شهد ديسمبر بالذات قبل نهاية العام ويبتدي نقول لهم بقى أخبار الاقتصاد إيه أخبار السياسة إيه مين هيصالح مين مين هيخصم مين فأنا ببشوف ده ببتدي في النهاية أقول لهوا احنا يمكن أنا اللي غلط يمكن انتم اللي صح يا جماعة هوا احنا بنتكلم في التنبؤ بالاقتصاد طب مش نجيب راجل الاقتصادي يقول لما نتكلم في السياسة طب مش نجيب طيب حد من السياسة هو اللي يقول اللي هيحصل مين هيحصل نزاع ونزاع حدودي ما بين دولتين وتحددهم ده اللي بيخلينا اتكلم عنه لأنه لما حصل الطلاق على طول رجعوا إليها وصحة ما تلبأت به من حالة انفصال في 2024 مش بس ده كمان عايزيني نعرف حكم الشرع فيه لا ده كمان البوست اللي اتكتب وتعاقبه عدة بوستات على السوشيال ميديا داري على شمايتك تقيد لا تظهر السعادة والفرحة أمام الجميع حتى لا تفسد فرحيتك ويبقى ده سبب الانفصال بمعنى ان ظهور السعادة واحتفال بعيد الميلاد وعيد الجواز على حضراتكم في السوشيال ميديا هو ده اللي بيقدي الى للطلاق أو الانفصال ياسمين واحمد ده معناه ان احنا الحسد عايزين نعرف حدوده لو احنا عارفين الحسد نتقل في القرآن ولكن في حلقتنا النهار ده عايزين نعرف حدود الحسد ده ايه يعني هل فكرة ان انا ابن ينجح او ان انا احتفل بعيد ميلاد حد او ان انا ابين فرحتي ان انا سعيد في جوازي او في حياتي ده ممكن يهدمها